ادى لقاء سموهي بالسفير السعودية اكد صاحب السمو الملكية الامير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اكد ان المملكة العربية السعودية الشقيقة تشكل عمقا استراتيجيا للعرب والمسلمين ولها مكانتها السياسية والدينية التي تجعل الجميع ينبرون في الدفاع عنها والوقوف صفا واحدا ضد من يحاول اطلاق الاتهامات الباطلة والتحريض المكشوف للأهداف والنيل من انجازاتها في مختلف المجالات وفي مقدمة ذلك تنظيمها الناجح والمقدر عربيا واسلاميا لموسم الحج سموه شدد على ان مملكة البحرين كباقي الدول العربية والاسلامية تنظر باعجاب للنجاحات المتوالية التي تحققها المملكة العربية السعودية الشقيقة في موسم الحج وما تقدم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاسعود من خدمات للتسهيل على ضيوف الرحمن وهي جهود لا ينكرها الا جاحد قال سموه ان للمملكة العربية السعودية الشقيقة مكانة خاصة في قلوب جميع العرب والمسلمين فمبادرات قيادتها الحكيمة لا تحصى في نصرة القضايا العربية والاسلامية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل سعادة الدكتور عبدالله بن عبد الملك الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي قدم لسموه الدعوة لتشريف حفل الاستقبال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة وخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بان العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة تحظى بكل الدعم والاسناد لما يجمع البلدين من روابط محبة واواصر قربة ووحدة مصير مشترك بناها الاباء والاجداد معربا سموه عن اعتزاز مملكة البحرين بالتطور الذي تشهده العلاقات البحرينية السعودية وارتياحها لمسار التعاون الايجابي بينهما والذي تدعم العلاقات القوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتفتح المجال نحو افاق ارحب لتدشين المزيد من مجالات التعاون الثنائي كما تم خلال اللقاء استعراض جملة من الموضوعات المتصلة بتطورات الاحداث ومستجداتها اقليميا ودوليا حيث اشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمواقف القيادة السعودية تجاه مختلف القضايا العربية والاسلامية وبالدور الريادي التي تقوم به المملكة الشقيقة في دعم كافة كل جهد يستهدف نشر الامن والاستقرار في ربوع المنطقة والعالم